السلام صباحكم زينو وآدلو هاي صحافاتكم لهذا اليوم الاثنين الثامن نيسان الفين واربعة وعشرين البداية من الابرز في الصباح الرسمية العراق نحو الطاقة النظيفة بحلول الفين وثلاثين سبعة وعشرون الف ميجا واط انتاج الكهرباء خلال الشهر المقبل اما مجلس الوزراء اجراءاته لمنع تكرار حادث الهارثة الاليم ورئيس شبكة الاعلام العراقي كريم حمادي يبحث مع رئيس اللجنة المالية ملف تثبيت العقود والقانونية النيابية تحذر من تبعات تعديل المادة الثانية عشرة اما المنتجات النفطية نمو واضح باموال المستحصلة من الدفع الالكتروني في شؤون المحلية نتابع مجلس الوزراء اجراءاته لمنع تكرار حادث الهارثة الاليم حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس محمد الشيع السوداني على اجراءات تكفل عدم تكرار الحادث الاليم الذي حصل للتلاميذ في قضاء الهارثة من بينها انشاء مدارس على جانبي طريق بصر بغداد وانشاء جسور مشات اثنين عابرة للشارع في شارع بصر بغداد وتجهيز وتنفيذ نعم وتجهيز وتنفيذ علامات مرورية ومعدات لهندسة المرور تحذيرية لشارع بصر بغداد والمطبات الصناعية اطول مائدة افطار رمضانية جماعة المسلمين والمسيحيين في ظل الروح الدينية والاجتماعية الفريدة التي يتميز بها شهر رمضان المبارك يشهد العالم كل عام مبادرات وفعاليات متنوعة تهدف الى تعزيز التضامن والتعاون بين افراد المجتمع اذ شهدت مدينة انتويربن البلجيكية حدثا استثنائيا اذ شارك اكثر من سبعة الاف شخص في مائدة الرمضانية يزيط لها على كيلومترين ليسجلوا بذلك رقما قياسيا جديدا في بلجيكيا في صحيفة الزمان نطالع فيها الامن الوطني يطيح بشبكة ابتزاز يقودها داعشي هارب نجحت مفارز جهاز الامن الوطني من تفكيك شبكة ابتزاز يقودها داعشي هارب الى خارج البلاد قال بيان امس انه وفقا لمعلومات استخبارية عن وجود احد الاشخاص يقوم بابتزاز المواطنين في محافظة نينوة تم استحصال الموافقات القضائية بنصب كمين للاطاحة به متلبسا بالجرم المشهود واضاف انه تم القبض على المتهم حيث اتضح انه يعمل سائقا يقوم بايصال الاموال الى محافظة كاركوك في صحيفة الزورة نطالع فيها النقل تعلن عن منصة مشتركة مع المرور تسمح بدفع الغرامة من الهاتف النقال علنت وزارة النقل عن وجود اكثر من 40 بوابة الالكترونية لتعميمها بجميع المرائب فيما كشفت عن منصة مشتركة مع المرور تسمح بدفع مبلغ الغرامة من الهاتف النقال ويقول مدير عام الشركة العامة الدار العامة للنقل الخاص في وزارة النقل احمد الموسوي ان صاحب المركبة يقوم بشراء بطاقة محددة وهذه البطاقة تغنيه عن دفع مبالغ نقدية مبينا ان هذا النظام يقوم على رفع العارضة من تلقاء نفسها والسماح للسائق بالدخول الى المرأة في صحيفة المدى نقرأ فيها ذو الفقار الامطيري اول تجربة اثنواغرافية في الفيلم القصير العراقي من بين عدد من الافلام التي ستشارك في مهرجان مال مول السينما العربية في دورتها الرابعة عشر المقامة في السويد نهاية شهر نيسان الحالي في المقارئ البريد للمهرج ذو الفقار الامطيري سيشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان نعم في صفحة الاقتصادية خلال اسبوع تراجع صادرات العراق النفطية الامريكية اعلن دائرة معلومات الطاقة الامريكية امس الاحد ان صادرات العراق النفطية الامريكية انخفضت خلال الاسبوع الماضي وقالت الدائرة في جدول ان متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول الرئيسة بلغت خمسة ملايين واربعمائة واحد عشر الف برميل يوميا ملخفضة بمقدار ثلاثة وثلاثين الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ خمسة ملايين واربعة واربعين الف برميل يوميا اما في الصحف العربية في صحيفة الشرق الاوسط نقرأ تركيا انتقادات واسعة لقمع الشرطة للمتظاهرين الذين يتضمنون مع غزة حيث اثار قمع الشرطة التركية الاحتجاجات والمسيرة التي تطالب بقطع التجارة مع اسرائيل انتقادات واسعة من جانب حزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية وتدخلت الشرطة التركية بعنف لمن اي مسيرة اندعت اليها حركة الف شاب من اجل فلسطين الى مدرية التجارة في اسطنبول نعم حبيث المشاهدين كان هذا الخبر الاخير نشاهد كاركاتير الصباح الرسمية نعم نشكر لكم طيب المشاهدة ختم من مع الزملائي في الستوديو عليكم